نهاردة كابتن طاري سليمان أيضا مدارب الحراس يمكن بيطمئن على مستوى الحراس اللي معاه معا علي لطفي أيضا شريف إكرامي كان عمل عملية جراحية وخلاص خلال الفترة القادمة بيتم الاتمنان عليه عشان يبدأ يشارك مع الفريق وهيكون موجود مع الفريق إن شاء الله في معسكر أسبانيا لكن دايما حديثة كابتن طاري بيتكلم على مستوى الشناوي في المنتخب الوطني وكابتن طاري اتكلم على مستوى الشناوي إن الشناوي خلال الفترة الأخيرة ظهر بمظهر جيد جدا ادنا ملامح كده لنفس الأداء اللي كان ظهر به في مباراة كأس العالم مع منتخبنا الوطني في روسيا العام الماضي وقال لكابتن طاري سليمان إن الشناوي قد مباراة كبيرة جدا أمام أغندا أمس واللي انتهت بفوزة مصر بسنائية وقال لكابتن طاري إن الشناوي كان نجم المباراة ونجح في التعامل مباراة شديدة جدا مع جميع القرارات الخطرة التي تعرض لها المنتخب الوطني مؤكدا أن مستوى يرتفع من مباراة لأخرى في البطولة وده ملحظينه حتى يعني السكاوتينج أو التحليل الرقمي اللي خرج بعد مباراة أغندا بالأمس 37 تصدي لمحمد الشناوي أمام منتخب أغندا بالإضافة إلى ده أعلى نسبة تصديات لحارس مرمى في هذه المجموعة كانت لمحمد الشناوي وده يندل على شيء يدل على سقط الجهاز الفني في حارس مرمى منتخب مصر وحارس مرمى النادي الآلي بالطبع محمد الشناوي اللي فجأة كده بتلاقيه وهو تحت الضغوط بيظهر بشكل جيد جدا وبيكون متقلق وبيكون أحد العوامل الرئيسية للنجاح مع النادي الآلي ومع المنتخب الوطني وبالأمس كان بصراحة هو الأحق بجائزة أفضل لاعب فكرة أن أصل الفيرب ليه وقع مرة أو مرتين اللجلة الفناف في الاتحاد الأفريقي في اختيارها لأفضل لاعب في المباراة هي عليها علامات استفاهم كتيرا أن في مباراة أخرى كان في لعبة متميزة ما ظهرتش وتم اختيار لعبين آخرين سواء في مرشاة تونس أو المغرب أو الجزائر لكن بشكل عام ده اختيار اللجلة الفنية لكن بشهادة الجميع خبراء الكورة المحللين محمد الشناوي مبارح كان ما نفزمتش في مباراة مصر وأغندا